مساء الخير يا جماعة النهاردة وانا بصلي بالجمعة حصل معايا موقف كده افتقرت الوقتي يعني الدنيا مطرت مطرت مطر شديد جدا فانا بالفعل كنت واقف نزل على المطر ده يعني عايز اقول لكم احنا الجو حر وفعليا يعني شعرنا بالبادئ بالبرد يعني فاللحظة كده وانا قاعد العالم دي الوقتي فعليا فعليا في الشارع هم قاعدين في الشارع لازم نتصرف لازم نازل تشوف لهم اي حل بجد احنا داخلين على موسم الشطة والمطر انا واحد من الناس مجرد نص ساعة فعليا الواحد ماستحملش او كان فعليا يعني حس ببرد حتى وحنا الجو لسه ما دخلتش بروضة وماستحملتش ربع ساعة ما بالك العالم دي يعني فعز اللي هم فيه ده فعلا لو الدنيا مطرت هيعملوا ايه ربنا يكون فعونهم يا رب ولازم يعني رضاء ونداء بجد لكل قادة العالم اني لازم يشوفوا حل للمهازل اللي بتحصل دي يحاولوا يعني يوقفوا الاطلاق ده في اسرع وقت ممكن عشان الناس دي حتى تقدر تلملم اللي باقي منها تقدر فعلا تقوم الاماكن اللي هتقدر تتحمى فيها من مطر او برد العالم دي كفاية بجد اللي حصل فيهم كده كفاية ان هم يسيبوا بيوتهم بالطريقة الباشعة دي يعني شوية رحمة شوية انسانية للناس اللي بتقول حقوق انسان ولا يعرفه حقوق انسان ولا يعرفه اي حاجة حتى بالله عليكو اي تصرف يحصل الوقت الوقف ده بقى خلاص وقف اطلاق النار ده بقى خلي الناس دي تقدر تلملم جراحة تقدر تساعد نفسها تقدر تبني لنفسها حاجة تتحمى فيها بجد احنا داخلين على الايام صعبة بالله عليكو نداء لكل القادة بجد حاولوا تتصرفوا باي طريقة ان يتوقف اطلاق النار ده عشان الناس دي بجد نعرف يعني اذا كان هيصل لهم مساعدات الناس دي تقدر يعني تلم نفسها بقى انا شفت فيديو الواحدة الوقت بتحكي ان جوزها بيقول لها احنا عيلة مكونة مش عارف من كم فرض كل واحد منها يروح في حتة عشان يبقى اسم العيلة موجود لو حد فينا مات انتو متخاينين وصلت الدرجة لايه خايفين ان هم يتمحوا او يتمحى اسم العيلة بتاعتهم بالله عليكو بالله عليكو كفاية اجتماعات وياريد تحرك تحرك ان الناس دي توقف اطلاق النار بالله عليكو لو فيه زرة ايمان وامل بالله عليكو يا رب يا رب تقبل يا رب ويا رب كون رحيم بهم اذا كان العباد مش روح اماء بهم يا رب انت الرحيم ابعت لهم ملائكة من عندك يا رب اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة